أهلا بكم من جديد بجهد ذاتي قام مؤلف سعودي بتوثيق أنواع الطيور السعودية عبر الكاميرا الخاصة به متنقلا بين الواحات ومناطق تجمع الطيور المهاجرة على مدى عشرين عاما في أرجاء السعودية التفاصيل مع حسين بن مسعد نتابع الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية جعل منها موطنة مميزا للطيور المهاجرة بين قارات العالم تلك الطيور لم تحظى بالتوثيق العلمي الكافي لأسباب أهمها صعوبة رصدها ومتابعتها في مناطق مترامية شاسعة في المملكة على مدار العام حتى أعلن محمد اليوسفي عن توزيع نسخ إلكترونية ومطبوعة بالمجان من كتابه السادس والمختص في الشأن البيئي بعنوان طيور السعودية ملخصا رصيد خبرة امتد لعشرين عاما الحقيقة أني حصلت على لقطات كانت جدا ممتازة ووثقتها ورغبت أن الناس تشوف قيمة جمالية الطيور وفي الكتاب وضعت إشارات عن تجارب بعض الدول في موضوع السياحة البيئية وموضوع المحافظة عليها طيور نادرة تمكن محمد اليوسفي من توثيقها بجودة عالية مثل هذا المشهد لطيور القطى العراقي وطائر القطقات أحمر اللغد وهذه لقطة أخرى لطائر القمري الذي اصطلح عليه في نجد بلغميري أو الرقيطي والكرور في مناطق أخرى الحقيقة أنا أشكر الهيئة السعودية لحياة الفطرية هي اللي أنتجت هذا الجزء وتفضلت مشكورة وعطتني هذا المنجز ونشر في 14 صفحة داخل الكتاب وهو الحقيقة إنجاز يعني أعتقد أنه يمكن على مستوى المنطقة كيف تصنف حالات الطيور ما بين تصنيفها من حيث الانتقال هل هي مهاجرة عابرة هل هي زائرة صيفية هل هي زائرة شتوية طيور السعودية جاء على أكثر من 200 صفحة طمت أفضل لقطات للطيور على اختلافها من أصل عشرات الآلاف من الصور التي التقطها المؤلف بنفسه إلى جانب نشره وثيقة رسمية أنجزها مستشارون متخصصون في الهيئة السعودية للحياة الفطرية تضم قائمة تنشر لأول مرة عن حالة الطيور في المملكة من الرياض حسين بن مسعد العربية للحديث عن الكتاب ينضم إلينا من الرياض المؤلف محمد اليوسفي صباح كلابها الخير استاذ محمد يعني من لا يعلم بأنه هذا التصوير لا يأتي فقط موسميا أو بأي وقت تطلع للبر ولا تطلع للأماكن هذه وتصور هي تحتاج إلى تقصي تحتاج إلى متابعة خط سير لهذه الطيور المهاجرة بعضها وحتى المقيمة في السعودية عشرين سنة جهد كبير توثيق فقط أم شيء آخر صباح الخير لكم المشاهدين سيد صباحك لا الحقيقة هو الكتاب لا هو الكتاب حاضرها الصورة بالدرجة الأولى فيه لكن الكتاب يعني فيه جهد علمي ما أبغى أزكيه لكن فيه معلومات وغني الحقيقة أنه يعني هو الكتاب من وقت طويل معي في موضوع جمع المادة والإعداد والصياغة وعدلت وبدلت فيه لحد ما استقريت في الفترة الأخيرة على أنه الكتاب أرغب في إيصال رسالة لما يتعلق بالطيور ودورها الحيوي في البيئة فوجدت أنه قالب يختصر يلغي الإنشاء والاستهلال تحضر الصورة بالإمكان أن القارئ يتلقى الكتاب من الوسط يفتح الصفحة في أي صفحة فتعبت عليه وجدت أن الرسالة لازم تصل فوجدت أنه أفضل طريقة لويصال الرسالة انتجته ملف بديف وأطلقته على الإنترنت وتفاجأت بالأصداع عليه والدليل أني معكم الآن وتفاجأت برضو أن الكتب الورقية مطلوبة بعد حتى لأنه الآن سيوزع مجاني في نسختها الورقية طبعا أنا أشكر الجمعية التي استحسنت الفكرة ولبت رغبتي في أني أنشر الكتاب بطبعة ورقية فدفعت التكلفة وهي جمعية أفاق خضراء البيئية طيب سيد محمد طبعا يعطيك ألف عفية على هذا المجهود ولكن خليني أسألك أصدرت العديد من الكتب ولكن هذا آخر كتاب توزع بالمجان هو طيور السعودية ما الجديد في الطرح أنواع الطيور صور مختلفة لا هو في قيمة يركز عليها الكتاب وهو الدور الحيوي للطيور في النظام البيئي وباعتبارها أنها من أفضل المكافحات في الطبيعة لما يتعلق بالآفات الحشرية فوجدت أن الرسالة هذه لازم تصل لكن لازم تصل بقالب توثيق وقالب أتعب عليه شوي فاضطريت أني أدور في مناطق كثيرة في المملكة حتى وثق بنفسي إن كان رصد وإن كان تصوير للطيور والتصوير الحقيقة هو حكاية وحكاية في موضوع كيف تتحصل على الطيور فلذلك إذا سمحتوا لي أن أحب ألقي إشارة على موضوع تصريف حالات الطيور لأنها هي مفتاح من مفاتيح فهم الطيور ومفتاح من مفاتيح فهم تصوير الطيور الطيور بشكل عام تصنف لانتقالها إلى مجموعات في أي منطقة وعندنا في المملكة في طيور مقيمة محلية متناسلة وهذه طيور موجودة طوال السنة موجودة عندنا في طيور مهاجرة عابرة وهذه الطيور التي تأتي من شمال الكرة الأرضية إلى الجنوب تأتي عابرة المملكة في فترة الهجرة ثم تعود في فترة الربيع هذه يطلق عليها الطيور المهاجرة العابرة في فترة سبتمبر وإكتوبر الهجرة وفي فترة مارس وأبريل العودة فهذه طيور مهاجرة عابرة في طيور زائرة صيفية للمملكة وهي تأتي من جنوب الكرة الأرضية وغالبا من أفريقيا وتأتي تقيم فترات عندنا وترجع لنفس منطقتها فهذه لم تعبر وفي طيور زائرة شتوية التي تأتي من شمال الكرة الأرضية وتأتي عادة عندنا في فترة آخر السنة وأول السنة الميلادية وهي تأتي للمملكة وتقيم في منطقة الجزيرة العربية بشكل عام وتعود من حيث أتت وفي طيور أخيرة هي طيور تسمى الطيور الشاردة ولعلنا نتناول بعض الأجزاء وما يتعلق بمعلومات عنها المعنى أنك لن تجد الطيور في أي وقت بعد ما تعرف التصنيف هذا تعرف أنه عاد يبدأ عملية معرفة سلوك الطيور لا سلوك الطيور هل هذا يرغب بيئة منها الرطبة؟ أنا عند هذه النقطة السادة محمد عند هذه النقطة اليوم لم تعد الكرة الأرضية كما كانت قبل عشر سنين ولا عشرين سنة العمران التوسع العمراني تغير الظروف المناخية اليوم ما الطائر الذي افتقدته منذ سنوات ما قمت تشوفه أو ما قام يجي إلى السعودية هو بالدرجة الأولى الحبارة اعتبارها هي تجي مهاجرة لكن الطيور اللي كانت محلية في المملكة انقرضت موضوع الحبارة الآن لا يوجد إلا في بعض المحميات الطبيعية أيضا في طيور معروفة أصيلة في المملكة من طيور القطى وهي الآن تقريبا لا تأتي إلا مهاجرة أو زيارة شتوية من الشمال تأتي مهاجرة من الشمال نعم صحيح تأتي من الشمال صحيح ماذا عن الطيور المحلية الموجودة في السعودية الطيور المحلية طبعا في موجود طيور محلية وغالبا هي من أنواع أنواع اللي باقيت لأنها لا تتعرب للصيد فاستمرت موجودة في الطبيعة الفطرية إن كانت فيها الأعراض الرطبة أو إن كانت في السهول أو إن كانت في الأودية لكن الطيور التي تتعرض للصيد تقريبا شبه انقرضت أنها تكون طيور محلية في المملكة أكيد جلت المملكة من الشمال والجنوب والشرق والغرب وين أكثر بيئة خصبة تلاقي فيها هذه الطيور في أي مكان وبالتالي التوسع العمراني أنا مضايقني هذا التوسع العمراني أثر على البيئة هو أنت أخي عادل لمست جرح أما أنا أدري فيكم هذا اللي يأثر التوسع غير المستدام هو أحد أهم عوامل تناقص وإنقراض الطيور اللي هو التوسع غير المستدام بمعنى أن هناك فيه موائل للطيور وهذا على مستوى العالم لكن انت سألتني عن الطيور الطيور بشكل عام لها بيئات فما تقدر تقول أن هذه البيئة أفضل من بيئة لكن البيئة التي تكون هادية ولا تتعرر فيها للصيد هي التي تكون ممكن أن تحصل على صور أو تعطيك فرصة مع أن تصوير الطيور على فكرة أنا أصور جميع الأحياء الفطرية ما يدب على أرض المملكة أصوره من شجر من طيور من غزلان لكن الطيور صعبة خاصة إذا تعررت للمطاردة والملاحقة لكن غالبا يكون في المحميات المحميات هي لا تتعرر للمطاردة والملاحقة بالإضافة إلى بعض الجزر في المملكة ما يتعلق بالطيور المائية والطيور البحرية يعطيك ألف عفية كان معنا الكاتب والمؤلف محمد اليوسفي كان معنا من الرياض شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا